انا The Prof على الشريف ومع اي The Phenomenal خالد الشريف وهذه مراجعتنا لعرض TNA Bound for Glory لسنة 2008 دق الجرس وانتهت النبارة فهل هذه هي النهاية؟ فكوا تانية بعد الجرس يحلو الكلام بعد جرس الختام عروض مباريات نتائج تحليلات تقيمات مع خالد الشريف وعلى الشريف بعد الجرس يأتيكم من أسرة بودكاست في الحلبة بسم الله الرحمن الرحيم عزاء المستمعين في كل مكان السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وآهلا وسهلا بكم إلى حلقة جديدة من بودكاست بعد الجرس يحلو الكلام بعد جرس الختام معكم محدثكم The Prof على الشريف ويلتحق به في هذه الحلقة صديقي وصديقكم The Phenomenal خالد الشريف خالد كيف حالك اليوم؟ بخير الحمد لله وينك يا رجل؟ لنا فترة ما اسمعنا صوتك والله فعلا عندك حق لي فترة غبت والحق أن نية شوية كذي اللي قلت النية عندي في المصارعة بعض الشيء يومين هاضم ولكن إن شاء الله لنا هاو نقدرنا عودة يعني الجمهور مشتاقي لك كتينان يا خالد وأنا كذلك افتقدناك في الحلقات الماضية ومن لمكش أن المصارعة ربما في الفترة الأخيرة غير مرضية بالنسبة لك لكن أعتقد أن الحلقة هذه هتكون مرضية لك ولجمهورنا كذلك لأننا سوف نهرب من هذا الزمن اللي احنا فيه وسنعود إلى الماضي لنغطي أحد العروض التاريخية من اتحاد تياني وقبل أن نستطيع أكثر يا خالد نبي نحييك ونحيي عزائنا المستمعين بمناسبة دخول شهر رمضان المبارك عاده الله علينا وعليكم بالخير واليمن والبركات وكل عام وأنتم بخير كنت سلام أنتم طيبين وانت كذلك ورمضانكم مبارك وربعين على الصيام والقيام وإن شاء الله يتقبل منا ويكون شهر رمضان شاهد لنا لا علينا اللهم أمين خلال هذا الشهر خالد هنستمر بإذن الله بحلقات برادكاست الكريمة الطيبة مع فضيلة الشيخ عادل وارك الله فيه وحتكون مع مستمعين بإذن الله كل يوم جمعة كذلك عندنا سلسلة جديدة مع فضيلة الشيخ هي سلسلة يا باغي الخير أقبل هذه فكرة جديدة هنطلع بها خلال الشهر المبارك إن شاء الله وحيكون فيها إرشاد للمستمعين إلى أبواب الخير المختلفة التي بإمكانهم الولوج منها خلال شهر رمضان مبارك حلقات ذلك البادكاست سنقوم ببثها بمعدل حلقتين في الأسبوع أنا من جهتي مستمر بإذن الله مع بادكاست في الحلبة وسأحاول يعني رغم الصيام ورغم يعني بعض المشاقل هتكون علينا هنحاول نستمر ببادكاست في الحلبة وحنديروا حلقات من بعد الجرس هنغطي فيها ريسل مينيا والأحداث المصاحبة لها أعتقد خالد مش هتكون معي خلال شهر رمضان لا أنا الحق أنا نعتذر ليكو الحق يعني أنني أعلن أنني حنتوقف عن أي شيء يمطي للبادكاستنج خلال شهر رمضان المبارك عموة نملو مكش وإذا يكلف الله نفسنا لوسعها لكن البادكاست نن يكون بنفس المستوى ما غيرك يعني حقيقة سواء أنا أو جمهورنا سوف نفتقد إليك كثيرا لكن إن شاء الله لك عودة بإذن الله تعالى بعد العيد السعيد بعون الله الله يبارك فيك لا صدقنا أنا متأكد أنه سيكون نفس المستوى لو مش أحسن حتى لا لا أحسن لا لكن سأحاول المحافظة على المعدل اللي نشتغل ضي مؤخر رحبوا بعزائنا المستمعين في كل مكان إلى هذه الحلقة من البادكاست وزي ما قلت لكم في البداية نعم سوف نعود في هذه الحلقة بآلة الزمن الخاصة بنا إلى الوراء وتحديدا إلى سنة 2008 يعني من حوالي 15 سنة وحنغطوا عرض من اتحاد الوال تياني وأنا تعمدتني أبدأ بهذه الطريقة يا خالد لسبب خاص جدا أنا أتذكر جيدا في ذلك الزمن لما كان تياني يعرض بشكل منتظم وكان يجيبه في معدلات مشاهدة أسبوعية تساوي حوالي مليون ونص مشاهدة أسبوعية أحيانا كان يصلوا حتى إلى 2 مليون مشاهد وكانت في ناس تسخر وتقول تياني ألوال تخيل يعني وكان يعتبروا أن تياني اتحاد سخيف واتحاد مثير للسخرية وووووه وهم كان يجيبوا في مليون ونص مشاهدة وكان عندهم راستر يزخر من الرجوم الكبار الذين كانوا يجدون استخدامهم اليوم نرى التطبيل ونرى التعريض لاتحاد اي دابريو في مختلف وسائل التواصل الاجتماعي وهناك ناس يعني شبيحة لاتحاد اي دابريو يالا الهول في ناس مدير خنوات في يوتيوب مخصصة للمدح اي دابريو ليلا ونهارا ونما تقارن اي دابريو ليلا بتياني زمان يعني إذا كان تياني زمان يستحق الاولى الباحث يعرف شلي يقول له بدوى يعني اوام جي يعني شلي الكلمة يمكن يقولها الاتحاد اي دابريو ليلا بالواقع أن معظم عالم المصارع يستحق أن يقال عنها الاولى اليوم حتى معنا فيه شوي التحسن ملحوظ في دابريو دابري اي تولا لكن فيه نزول مروع فاحش في المصارعة في مستواهم كل بصفة عامة حتى في امباكت فيها تدني في امور مش في اداء الحلبة بالضرورة لكن فيه اجمالا حالة من نزول المستوى في كل رسلينج وولد في العالم أنا نوافقك أن عالم المصارعة مؤخرا يشهد نوع من الانحدار وهذا له اسباب كثيرة جدا قد نتكلم عنها في حلقات مقبلة بإذن الله يعني نحاول نعالجه شنين المشاكل هذه لكن بصفة عامة نبدأ نقوله أن تياني بسنة 2008 في نظرنا كان اتحاد كبير بغض النظر عن الناس اللي كانت تقول ألو ألو غيرها من الجمل اللي منهاش أي علاقة بالموضوع أنا كنت شايفة نتياني زمان اتحاد ممتاز بصراحة في سنة 2008 كانوا يعتبروا في الظروة كان هذاك عصرهم الذهبي بالفعل يعني انت تشوف اتحاد بالإضافة إلى نجومه الأصليين لما تكلموا على اي جي ستايلز سمو جو كريستوفر دانيلز بير ماني اللي هم بابي رود و جيمس ستورم بالإضافة إلى أولئك الشباب اللي هم الأصليين انت تشوف الناس اللي يجابوه من دبي دبي يعني عندك كورت أنجل كريستين كيج كينغ بوكا بوكر تي كان عندك فريق تيم 3D وبعدين عندك ستينغ واحد من أساطير المصارعة من WCW ووقتها مازال مصارعش في WCW لما تاخد جميع تلك العناصر ميك فولي كيف ننسى جيف جارد كيف نناش سكوت ستاينر لما تاخد كل تلك الأسماء وتخلطهم مع بعضهم وتحطهم في ذلك الحلبة التمنية مع قصص كويسة حقيقة كنا نشوفه في اتحاد متي للإعجاب فأنا إلى يومنا هذا ما قدرتش نفهم شنسر سخرة الناس من تيني وقتها ولماذا المعاملة الرفيقة بW اليوم مع أن خالد الحلقة الماضية من عرض داينمايت جابوا أقل من يعني مش مليون جابوا 852 ألف مشاهد لعرض رئيسي على قناة كبرى يعني موجودين على قناة TBS تعتبر قناة كبيرة في أمريكا كيبل تيدي وكذا ومعادي يجيبوا في المجاهدات ذلك حديث وناقشة في كل أسبوع تقريبا في فاتكاست في الحلبة لدرجة أني اتهمت بأني معادي لـ AW بشكل كبير وأنا مش معادي لأي اتحاد لذاتها أنا معادي لضواهر سلبية سيئة نراها في تيك الاتحادات لما نشوف تيك الأشياء تطل برأسها القبيح في اي اتحاد على طول أنا نخذ الفاسم تاعي ونقطع ديك الروس لأنه في أشياء منبهاش في أي اتحاد مصارعة ولكن في المقابل لما الأشياء ديك مش موجودة تلقيني يعني أمدح الاتحاد أو أقل أمدح العمل الجيد اللي يديروا فيه اليوم أنا معجب باتحاد أمار دبري شايف أنه جيد قياسا باتحادات تانية رغم أنه لا يحضر بمشاهدات موضوعي مش المشاهدات أمدح اتحاد امباكت رسلينج أراها قل شرا من أي دبري اليوم لكن مرة تانية المعايير المزدوجة التي نرها في معاملة الانترنت رسلينج كمينيتي بتياني زمان ولأي دبري اليوم أمر يعني هو الذي يسترع انتباهي هو اللي خلاني نجهز آلة الزمن متاعتنا لنعود إلى سنة 2008 خالد ومراجعة واحد من أجمل عرض تلك السنة عرض بان فور غلوري لسنة 2008 هو كان فعلا العرض الأسطوري اللي هو بان فور غلوري فينوثمانية لدرجة لما زلت نتفكر حتى في الليلة اللي قعمزنا فيها تفرجنا عليها هذا اليوم لما نكنت في ثالثة تنوي كانت حاجة بالدات في مباراة معينة صارت عدكي منه صار منك أنت تحديدا ريأكشن معين ما زلنا نفكر فيه لليوم يعني أعتقد أن نحن نتكلم على تلك الذكرى ضمن سندنا لمباريات عرض باوند فور غلوري 2008 جمهورنا لربما مش عارفين باوند فور غلوري بالنسبة للاتحاد تياني بمثابة برسلمانيا لـ WWE هو عرضهم السنوي الكبير هو المفروض تختتم فيه قصص السنة الماضية ويبدو في قصص السنة الجديدة ديما في ذلك الموعد في عرض باوند فور غلوري سنة 2008 أعتقد كان واحد من أجمل نسخ العرض فلهذا يا خالد سوف ندخل معا الإحداثيات في آلة الزمن الخاصة بنا فسوف تحدد الزمان والمكان أما الزمان فهو الثاني عشر من أكتوبر سنة 2008 المكان مدينة شيكاغو ألونوي وتحديدا مبنى The Sears Center تبستعدي خالد نعم إذا كان عزاؤنا المستمعون تستعدين كذلك هيا بنا معا إلى هنا Let's get it on عرض بانفودلوري أعتقد أنه كان بصفة عامة عرض جيد للغاية عدد الحضور اللي احتشدوا في مبنى The Sears Center بهذا العرض كانوا خمسة ألاف متابعة وهذا يعتبر عدد كويس بالنسبة لاتحاد لذلك الزمن اسمه مش WWE المباراة الأولى يا خالد كانت The X Division Match أو مباراة ما بين مصارعي الفئة X اللي هما خفاف الوزن في اتحاد لتحديد المتحدي رقم واحد على لقب The X Division المشاركون في المباراة هم جاي ليتل آليكس شلي كريس سيبن اللي بعدين أصبح الفرق The Motor City Machine Guns كريمان كريمان يخالد هو منه في الأصل؟ كريستوفر دانيولز كريستوفر دانيولز لابس قناع شخصية كارتونية جيمي ريف مصارع راحل السنة بفات يصيد مسكين بأعدة أمراض لكن متاعف غريب يخالد لما يتفرج على مباراة ويشوف حد من المصارعين المتوفين دي ما نحس فيها كريبي شوية جوني ديفاين بعدين عندنا بيتي ويليمز اللي هو سكوت ستاينر الصغير الحجم The Maple Leaf Muscle وبعدين عندنا شارف بوي في القمة المضحكة جدا يقلد في ستون كروس لباستن بطريقة جدا مضحكة وعننا سانجي دت نراه الآن في اتحاد AEW and Super Eric الله اللي كانت سوبر ايرك لما كان ايرك يونج مازال كيوت وشخصية تضارفة شخصية كارتونية هؤلاء جميعا خاضوا مباراة داخل The Steel Asylum لوزيل زي Elimination Chamber اكي تقدر تقول قبة حديدية حمراء والهدف يقدر يتسلق إلى أعلى وينزل contract يصبحوا the number one contender على بطولة The X Division هي كانت مباراة خيالية احنا رينا العشرة طبعا كلهم يبدعوا في الحل ريناه كلهم مع بعضهم منسجمين انسجام الصوري يا رجل عشرة مصارعين لكن يعفوا بعضهم مع التامة وفي بناتهم chemistry فوق الخيال ورينا حركات طبعا ال Combination موز متعين المشين غنز ما تفوت عليهم مناسبة زي هذي يروف هالحركات هذي رينا جي ليثل وحركات ها الرائعة رينا سوبر ايرك وشارك بوي وكريمان وشويات المضحكة متعتهم حتى جيمي ريف كان جيمي ريف في المباراة الوحيد اللي ما عجبنيش أداء في المباراة وكان خطير يعني حقيقة هو كان جوني جوني ديفاين دار حركة لجيمي ريف الحقيقة نفكر فها قريبك صلى الله رجل افتفع سوبر ايرك ظهر قوة بدنية غير عادية غير عادية فكله في حركات يضع اثنين على ظهر في نفس الوقت يرفعهم مع ان ايرك يونج في ذاك الوقت بالدات مش ضخم الجده وحاجة لكن عنده قوة بدنية ضريبة اسم على مسمى انه السوبر ايرك بس اكتر حاجة تضحك فيه كانت في مباراة شارك بوي وحركات اللي يدر فيها اللي تشبه ستيف آستن يعني كل ما يدير هزة الراس التحتها والستولر اللي يدر فيه كله 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 على بعضه هو ستوكو ستيف آستن لو كان ستوكو ستيف آستن عبارة عن سبكة قرش خيل لو انه كان ستيف آستن يعني هو اللي لابس الكاستوم متاع شارك بوي كان مكتل فيه بالضحك مباراة مسلية جدا انتهت بعد 12 دقيقة و7 ثواني بفوز جاي ليتل يصبح هو the number one contender على بطولة The X Division مباراة لو اتذكر كويس سنقيمها ب73 و75 أنا 4 ونص ولو لأنه كانت قصيرة كنت نعطيها يعني حتى 5 ننتقل يا خالد إلى المباراة التالية هذه نوعية المباراة اللي ربما على خطرها كانت الناس تقول TNA LOL مباراة هزوة بصراحة ملهج داعي لكن دارونا مباراة A Mixed Tag Match شفنا امرأتين ورجل ضد امرأتين ورجل الفريق الأول كان عبارة عن ODB مصارعة معتش نشطة الآن في الحلبات بس فذيك الفترة كانت مصارعة ممتازة للغاية والقيمك امتحي وذكيني كثيرا بستون كولستي باستن لو كان امرأة يعني نسخة النسائية من ستون كولد هل بستون كولستي باستن وانا بي تعرفها وإلى اليوم إلى اليوم إلى اليوم من هذا فيه مصارعين يقلده في ستون كولد ماكسي مطلعا فقلنا قولي به ومعاها واحدة خشت عن المصارعة ومطولتش وطلعت اسمها راكا كون ما بوش نتكلموا عليها كثيرا يكفي بس نقوله الحمد لله نامعاتش باستر ومعاهم راينو يا للعجب راينو أسطورة يعتبر في عالم المصارعة موجود في هذه المباراة السخيفة في مباراة ضد The Beautiful People اللي هما Angelina Love and Velvet Sky من نسبة لي أنجلينة عتقد مزالت تنشط في بعض الاتحادات هنا وهناك Velvet اعتزلت وتشتغل معلقة الآن في NWA ومعاهم Scissor Me Daddy اللي هو Billy Gun يعني كان سخيف زمان ومازال سخيفا لليوم يعني الحقيقة نعرفها من عشرات السنين أنه عبيض ويدير في حاجات لن صادمة في سخفتها أما المباراة هذه هي عبارة عن Comedy Act وكانت بفر واضح بين المباراة اللي قبلها وبين اللي بعدها لأن المباراة يعني يكفيك من اللا منطقية متاعتها إضافة راكا كون لها وهي مش مصارعة أصلا يعني راكا كون مش مصارعة كيب جيمز أو هذا كيوت كيب أو سميمة شا حتى هو مع أن الراجل عنده مقومات رسلر يعني شكله كويس ويعفي تحرك داخل الحلبة مصارع كويس لكن مصر أن يكون سخيف سبحان الله يعني يمكن الحجم وحيدة يحيي عليها الثبات يعني على المبدأ نقول فيها بالصخر أنه دابت على مبدأ سخيف زمان وسخيف الآن مباراة لا نقيمها بأي حاجة للأسف مباراة السري انتهت بعد ست دقائق وشوية بفوز الفريق الأول راينو هو اللي جابة تتبيتها تبت كيب جيمز في مباراة مش حنقيمها بنص بأي أنا هنقول واحد هنقول واحد أنت كريم وسخيف مع أنها مباراة فعلا سخيفة للأسف ننتقل إلى المباراة التالية وعننا فيها شوية تكلامي خالد عنا شيك أبدو البشير ما هذا الاسم هنتكلم عليه بعض شوية ضد متحديه على بطولة The TNA X Division Championship Consequences Creed اللي هو الآن اكزيفير وودز في اتحاد WWE أول حاجة خلنبدو بشيك عبد البشير هذا هذا مش ديفاري هو نفسه شان ديفاري الفارسي الإيراني كويس هم غيرو له اسمه في TNA وعطوه اسم شيك عبد البشير الشيك اللي هو شيخ وبعدين أساس أن عبد البشير وكيف جاءت عبد البشير إحنا إسماءنا يا خالد عبد الرحمن عبد الرحيم عبد الحميد أساس أنه مضاف لا لا أي ما يكون مضاف إليه مثلا هم يحسابوا عبدول اسم واحد وبعدين بشير لقب لأننا ما فيه اسم عبد البشير البشير مش ما اسم الله الحسن لا فما عرفش كيف سموه شيك عبد البشير لكن هوا من جهلهم وداروه عربي معنى هو إيراني الموضوع هذا في عز حرب العراق قاعد الموضوع طازة وهم بيلعبوا على موضوع حرب الخليج والجيش الأمريكي وهذا المصارع العربي الشرير معنى هو مش عربي وجابوا شخص فرد من الجيش الأمريكي وهو اللي نادى على consequences كويد لما جل الحلبة يعني موضوع شوية متشقلب ومثير للعصاء بالحق أنا طول عمري يعني من صغري لما نشوف الصخرية من العرب والمسلمين في المصارع كان دايما يضايقني خاصة لما يستخدم الشخصيات اللي زي هاتي يعني عندك في الأخير هذا شان ديفاري له مسلم وله عربي الانين ولا حاجة هو إيراني ومسيحي ويدير في دور متطرف مسلم هكي مدائرين وحتى لما يصلي ويسجد داخل الحرب يدي فيه غلط جدا فالموضوع كل على بعض مشراكب ومستفز لكن عليه حال مباراة جيدة من ناحية تقنية عندك أنت consequences creed أو اكزيفير وودز مصارع كويس من ذلك الوقت نداير لقيمك شوية متاعت كريد اللي هو في راكي الشورت متاعة ملاكبة عالم أمريكا يعني قيمك متاع البطل أمريكي وشيك عبدالبشير العقال واللباس العربي والشماغ كيف تقيم هذه المباراة والله الحق كان أداهم في الحلبة كويس و consequences creed كان رائع لدرجة الإبهار لكن بسبب الاستفزازات هذه ما نقدر نعطيك ثمان ثلاثة مرة تانية أنت كريم وسخي سنعطيهم اثنين ونص برغم الأداة الكويس لكن الجيميك والستوري لان انتهت بعد تسعة دقائق وثمانية عشرة ثانية فاتن نذكر لجمهورنا يا خالد أنه ما بين المباريات كنا نشوفه في مشاهد داخل مكتب مكفولي مكفولي في ذاك الوقت يلعب دور الإكزيكريف مش عارف شيرهولدر أو حاجة زيك يساس أنه هو مدير للأرض من الأخير مع أن في نفس الوقت جيم كورنت كان معهم في دور المباريات فكانت حلوة نشوفه في المباريات اللي خلف الكواليس ما بين جيم كورنت ومكفولي هم يتعاركوا على طريقة تنظيم المباريات والمصارعين والمصارعات يخشوا لمكتبهم زعلانين ويعطردوا على الحاجات اللي صايرة وفولي يسكر في راسها ما لا حندير كده وحنديروا كده وغصبا عنكم كانت شوية من الحاجات الطريفة في هذا الأرض ننتقل خالد إلى المباراة التالية اللي كانت على بطولة نساء تياني واللي كانت مباراة تلاتية شفنا تيلور وايلد مصارعة كانت ممتازة جدا في ذلك الوقت اعتزلت شوية وعادت الآن موجودة مع اتحاد مصارعة كندية هي في ذلك الوقت بطرة نساء تياني تدافع عن لقبها ضد آسون كونغ مصارعة ممتازة هذه الأفريقية الأمريكية الضخمة ومعها مديرة عمالها الجهل الأمريكان بالأسماء العربية مسمينها رعيشة سعيد عنا اسم عربي رعيشة يا خالد عنا رشا في رشا لو بيسموها رشا سعيد يمكن لكن رعيشة رعيشة أنا طرح من حسابهم يقصوا رشا لكن هما إذا ما تقول جهلة يسموها رعيشة سعيد رعيشة سعيد وهي في الواقع المصارعة ملسا فلاش نظرني أنها لاتينا لاتينا لا تتأكد من بلادها لكن نعرف أنها كانت ملسا فلاش في اتلحادات اندية ثانية ودارت شخصية ملسا لما جدت تياني لابسوها نقاب وأساس أنها عربية كان في عصر بوش وحارفهم على العراق والعرب هما الأشرار في كل وسائل الإعلام نتفكر في نفس الفترة مسلسل 24 كانوا المسلمين هما الأشرار يعني فنفس النمط كان ساءت في الوقت هذا حاجة تحر قدامها ذاك الوقت جدا ذكرتني بهذاك الوقت يا رجا ضد راكسي راكسي مصارعة من عبش أين ذهبت الآن كانت كويسة في ذاك الوقت شوية مجنونة لكن كان ما أداءها كويسة ما يجدش نتخيلها في وسط المصارعات اليوم يعني ما يجدش نتخيل راكسي في الحلبة مع مثال باكي لينش أو حتى عامل النجومية يا رجل ما هي نجوميتها ما تجي شي بحث هما هي جاية في المرحلة وسيطة ما بين عصر الديفاس والبيلو فايتس والحاجات السخيفة وما بين المصارع النسائية اليوم التي تعتبر جيدة بيكي جاية في الوسط شوية حركات خطرة باتشي شوية بس كانت معقولة يعني كانت تتقد تحاول تقول فنرى مباراة ما بين هذه النساء الثلاث التقنية الي عند تايلر وايلد القوة البدنية الي عند آسوم كونغ التهور والحركات الخطرة لمن راكسي المباراة أعطوها وقت قليل زي العادة فتاك الزمن أعطوهم خمسة دقائق بس ما تكفيش ان الواحد يقدر فعلا يقيمهم خصوصا ان كانت نصف سكواش ماتش وان تايلر وايلد وراكسي كانوا يتعاونوا لمدة طويلة في المباراة على آسوم كونغ طبيعي انت قدامك واحد زي آسوم كونغ كانوا يحاولوا يبدلوا كل ما عندهم من قوة في هالبارزة من المباراة بش يحيدوها بش شوية يرتاحوا منها يعني في النهاية تمكن تايلر وايلد من تحصر هي الوينينج بتفوز في هذه المباراة اللي عليها الكلام واول مباراة منها بطولة تاك تيمز في اتحاد تياني وعننا مباراة كبيرة فيها عدة فرق حيلا بدود بعضهم لينيل بطولة الفرق الثنائية في اتحاد تياني ورسلنج عننا فريق بيرماني المؤلف من بابي رود وجيمس ستورم واحد من الفرق الثنائية اللي نعزم كتير يا خالد ضد فريق ابس اند ماك مورغان واثنان من العمالقة ضد فريق The Latin American Exchange او LAX المؤلف من هرناندز and Homicide ضد فريق Team 3D اللي هو Brother D-Von and Brother Ray حكم المباراة كان ستيب ماك مايكل اللي كان عضو في The Four Horsemen يا راجم مجرد فخامة أسماء الفرق هي تكفي عرف كل واحد من هما الفرق يساوي قريبا نقول لك مش نقول كل تاك تيم ديفيجنز في الوقت هذا لأن تاك تيم ديفيجنز الحق في زماننا كويسة لكن أسماء كبيرة Beer Money بالذات فريق ملفت وBear Money يعتبره من انتجات اتحاد Impact Wrestling أو T&A في ذاك الوقت صحيح قدروا بالفعل ياخدوا اثنين من المصارعين الشبان ويصنعوهم وبعدين يحطوه مع بعضهم من تاك تيم صح الموضوع كان صدفا في البداية حطانهم مع بعضهم في تاك تيم لكن التاك تيم اندمج مع بعض بشكل كبير انسجى ما معنى داروا فريق ممتاز وشفنا الأسطورة اللي ولت فيما بعد فريق بيرماني من الفرق اللي معجب بها جدا كانت وديرة عمالهم في هذه المباراة مس جاكي أو مسامينها في T&A جاكلين أبس من العمارقة ومن الناس اللي هو مكس تحسما بين كين وبين مكفولي He's a monster وكان awesome مات مورغن أحد الناس اللي أنا شايف ان جميع الاتحادات اللي مشارها محفوش يستخدموه واحد من البيج جايز اللي بالفعل تبنيت ان يشوفه يدير في حاجات أكتر من اللي دارها في عالم المصارعة باستياني يستخدموه أفضل من دبي دابري في رأي وأنصفوه أكتر يس شارك في رأي اكس رأي اكس واحد من أفضل الفرق اللي داروا شخصية الشوارعية والغانكسترز في تاريخ المصارعة وكل اللي يجووا باعتهم مع احترامي لسانتانا وورتيز وحتى هما ممتازين لكن هما سايدون هرنانديز هيبا يا راجل معانا سانتانا وورتيز غير عاديين لكن هادوم ما شيطاني واخيرا عانا يخرج فريق تين تريدي اللي كان رزمان The Dudley The Dudley Boys في ECW وفي WWE فريق معانا هو بدأوا ككوميديا في بداية بداية منصرتهم لكن تطوروا فيما بعد تطور كبير واخدوط تعديم في ECW واخدوها في WWE مشوهوا لليابان المشور التي هانيذه حقيقية قدروا يفرضوا أسماؤهم في كل مكان المشورة وفريق يعتبر ممتاز لغاية شفنا حرب ما بين هذه الفرق بكل ما تعني هذه الكلمة يا رجل يعني أنت عندك أربع فرق ثمانية وحوش وهي حرب هي كانت مورد شامبر غرب ما يعنوش عليها أنها مورد شامبر في الحلبة بس يعني هي منسرس بوب ماتش يا خالد عبارة عن مباراة somewhat أكثر مسموح فيها باستعمال الطاولات الكراسي كل شيء نعم كل شيء فكانت قوية للغاية وعطوهم موقت كويس يعطوهم أكتب من 20 دقيقة انتهت في النهاية بفوز فريق بير موني ما سخفني إلا مسكينة بسكيف حرقوا بيه النار يعني كيف داروا للطاولة وشعل فيه النار اللغطة يا رجل كان جي سي فعلا تحس ان جي سي دابريو اليوم هي واخدة النموذج الي تخدم به اليوم من إي سي دابريو تياني زمان الهارد كور ستايل هذا العنف المبالغ فيه مباراة قوية جداً أنا سنقيمها خالد بأربعة معاك حق أربعة وتستهلها الآن يا خالد مباراة ليست على لقب أو على شيء لكن هنشوف فيها ثلاثة مصارعين ممتازين لدينا كينغ بوكا بوكر تي ومعافى ذاك الوقت زوجته شارمل ضد اي جي ستايلز ضد كريستيان كيج لدينا اثنين جايين من دابريو دابريو ضد التين اي اي اوريجنال تعرف كان بوكر تي في هذه المو... طبعا مش هاتكلمة كريستيان وعلى اي جي لان في هذه الوقت كان هو البرايمون تاعهم اما بوكر اللي كان كبير شوية في هذه المرحلة كان في اوال الاربعينات من سنة لكن كان مازال اداءه رائع صح مش زي في دابريو سي دابريو لكن كان مازال نشيط خفيف ضرباته متقنة كان مازال عنده على الاقل خمسة وسبعين في المية من نفس الروعة اللي كان عليها لما كان دابريو سي دابريو شامبيون انا قاعد مصدوم في كلمة بدايات الاربعينات بتاعاته ما هو فيه فيه اللي يبدأ حتى في نص ثلاثينات في المصارع ويبدأ متحطم بوكر كان ممتاسم كان رائع كان رائع كان رائع كريستيان كييج اني شايف ان احلى مرحلة لي كانت في تياني صح كان احسن حتى ما مرحلت في دابريو واحسن حتما من وضع الحالي في اي دابريو كريستيان في هذه المرحلة نشوفه كريستيان كييج يعني مكان مصارع التقني وخبيت في نفس الوقت لاما احسن الوقت كريستيان لما اقولك خبيت مش قصد الدم انا نقصد انه مكار عفروت كان يعرف انه هو يسرق اللقطات الي بيديرها يعني وبعدين عندنا اي جي ستايلز the phenomenal اي جي ستايلز و اي جي في مرحلة هي كان فيه عزة يعني يديك الحركات وذلك الشاغليب وذلك الطيران وذلك شس ما الحركة يدي فيها the course crew body band هذا ال course crew ناس كتير اي خالد يعفو اي جي ستايلز اليوم بالشعر الحالي وشكله هذا لكن اللي ما شفوش اي جي ستايلز في تي اي ما شفوش اي جي ستايلز طبعا هي اصلا بلاده اي جي لما كان في تي اي اي جي ستايلز اي جي ستايلز اي جي ستايلز اي جي ستايلز ينوع في السنجاب الغاضب لان في بعض الصور كانوا يخذو لفها لما مثلا about to have a match يبدأ عندها مباراة مع واحدة الصورة الدعائية الصورة الدعائية بالضبط تبدأ صورة هيك يطلع في السنورة في الشكل هذا كأنها سنجاب متعفلك فنقولوا عليه السنجاب الغاضع يبدأ بيرقز عليك بخبش في أكلك مرة تانية الناس يعرفوا اي جي ستايلز الحالي بالتسريحة بيلي راي سايروس شعره طويل وبدأ اللحية هذه المرسومة وشكل الحالي لكن اللي ما شفوش اي جي لما كان شعر كصير وحليق ولا يفلح خفيفة ما يعفوش اي جي ستايلز اللي نعرفو احنا بالضبط مباراة كانت كويسة يا خالد عطوها بعض الوقت 13 دقية تعتبر كويسة بالنسبة لرسلين ماتش وللوني تمنيت ما أعطوهم أكتر لنا ثلاثة مصرعين داخل الحلبة وانتهت بفوز بوكر تي هلتش تعطيها في التقييم الخاتم أربعة كانت مباراة كويسة انحنة أربعة كذلك تمنيت ان جي ستايلز فاز لكن بوكر تي فاز في هذه المباراة ننتقل الآن يا خالد إلى المباراة التالية وهذه فيها كلام جيف جارت ضد كرت اينجل والحكم الخاص لهذه المباراة هو ميك فولي باين باين المباراة هذه لها قصة ولها خلفية طويلة موش أخش الآن في تفاصيلها لعلني سأدخرها لفقرة وقت الحكاية لبعض بودكاستات في الحلبة لكن نقدر نقوله أنه كانت فيه مشكلة حياتية حقيقية ما بين جيف جارت و كرت اينجل حاجة صارت في حياتهم الخاصة وبسببها جيف جارت عوقب وطورت حتى من تياني لبعض الوقت عوقف عن المصارعة و كرت اينجل كان يترك اتحاد تياني بسبب الموضوع هذا يعني الحق كرت اينجل كان يتصرف ضد طفل في هذه القصة وبعدين وافق أنه يرجع جارت وبدو فيه storyline قرروا في ذاك الوقت أن نستغلوا المشكلة الحقيقية في أن نحولوها إلى storyline أو إلى قصة في الحلبة وديروا فلوس وديروا فلوس يا خالد فلوس فبالفعل هم استتمروا في أنهم حولوها إلى قصة دخل حلبة ورينة مباراة رائعة ما بين جيف جارت و كرت اينجل في الواقع شفنا سلسلة مباراة ما بين الرجلين امتدت لبعض السنوات شفناهم في مجموعة pay-per-views ومجموعة من حلقات impact لحق يعني يعرفونهم يحلبوا الموضوع هذا ويطلعوا منا مباراة رائعة لكن ما في الشك أن هذه هي أروع مباراةهم لما صح حصلوا كذا مباراة عبر السنين كنادي كانت أقوى و أحسن و أكثر مباراة مؤثرة في جميع مباراةهم في رأيي اللي لعبوها أنا موافق وكان لذلك عدة أسباب الأول أنه اينجل في البروموس يعني تطاول وهدد حتى بنات جيف جارت يعني وجاب سيرتهم بالاسم من يا بابا مش هيرواح لكم وادعوا أبوكم لأنه خلاص بعد المباراة هذه انتو حتولوا يتاما حتفتوا أبوكم زي ما فقدتوا أبوكم من فترة بسيطة الموضوع أولا very personal وجارت يعني حتوخ دي الموضوع على صدره عيون دموع ومنفعل وكيف تتكلم على بناتي فالموضوع أولا very personal ما بين الرجلين وجارت هدي أول عودة لي للحلبة منذ زمن طويل حالة اليقية كانت كويسة جدا وأنا أبهرني بأن أقدر إيجاري أمبرسلنج مشين زي كورت أنجل وهذه مش سهلة لأن كورت أنجل كورت أنجل شو بنقول يعني؟ كورت أنجل برأي الكثير من الخبراء أعظم مصارع في التاريخ أنا فهم ليش؟ أنا ما شوفش في الأعظم في التاريخ لكن تكنيكلي داخل الحلبة واحد من الأعظم وكان مستمر يعني الرجل لم يتوقف على المصارعة وجارت منقطع عليه حوالي سنتين عائدي للحلبات مع هذا يقدر أنه يكون in good shape والنيجاري أنجل اللي هو اكتف فكانت بصراحة مبارك كويسة جدا ما بين الاثنين وشوفنا فيه حركات تقنية وفنيات مونسالتس سبمشن موفز أنجل يحاول يحصل الانجل لك الخاصة به لجارد جارد في نفس الوقت يبي يجيب أنجل في الفيجر فور شوفنا الكريمزل ماسك أو القناع الدماء الأحمر الاثنين نزفة داخل الحلبة كانت مرحمة كانت صراعا رهيبا حق يعني أنا أعتقد أنك كانت واحدة من أجل مباريات سنة 2008 حتى بتقييمات الخبراء كانت جاف جارد كورت إنجل واحدة من الفيود كانت واحدة من أشد مباريات امباكت في تاريخهم كله وفي لقطة يا خالد هي اللي أنت أشرت لها في بداية الحلقة صارت أن كورت إنجل كان أخذ كرسي وضربي جارد وضربي مكفولي مسكين مكفولي خداها خداها تعرفك خداها على وجهه فرصنا يا راجل يعني واقف وضربة كورت إنجل بالكرسي بكامل قوت على رأسه يعني مجرد سمحها بس مجرد سمح الصوت أنا حسيت بالقلب مباري مكفولي كيف أخدها يا لطيف وبعدين قدر جارد يجيب القتار متاعها واستغل فرصتنا مفيش حكم في المباراة وإنجل كان لذلك الوقت قاعد بختال يعني يشاد الكورسي متاعه ويتراقص الحلبة وفرحان بروح أنه ضرب الجميع في الكورسي يزهو بفعلته ويتلفت ويعطيها لجاف جارد بغلة يلفس للقطة وفي هذيك اللحظة أنت عيطت عيطة قريب سمعوك قريب سمعوك في صلاح الدين قلت أنت كلمة مش لايقة يعني لكن لكن أنت من شدة انفعالك يعني كانت لأن اللقطة كانت أسطورية فجر على رأسها القتار فهي شوف جارد شفتها عشرات المرات ضرب ناس بالكتار على الرأس بس هي كانت ساتسفاينغ إنه فعلاً تبرد انجل كان لازم ينضرب فلما جارد فجر القتار على رأسها أنا كنت فرحان بشكل فعلاً يعني من وسط كبدي على الصيحة كانت رائعة عندي إحساسة ندرهالة حتى هو أرفان منها فيلاً واستغل جارد اللحظة وقدر أنه يتبت انجل في نفس اللحظة اللي كانت قام فيها مكفولي من الغشيان متاعه وعد 1-2-3 وجارد فاز على كورت انجل في هذه المباراة طبعاً كورت انجل كان محتج إن الحكم والمصارع كانوا ضده وطالب القدام بإعادة وخص المباريات إعادة كثيرة مع جارد القدام بس هذه كانت المواجهة الأولى وكانت مباراة سارسفاينج بشكل غير عادي يعني احنا أعطاها في التقييم ستة من خمسة واو أنا كنت أفكر في بيرفكت فايف الحق وهي تستهلها مباراة رائعة للغاية 26 دقيقة وسبعة ثواني تمنيتها تكون أطفل بس نصل الآن يا خالدي للحدث الرئيسي من هذا العرض مباراة رائعة بالفعل ما بين ستينج وبطل الاتحاد في ذلك الوقت سموها شو دو سموها نسمي شماشي نرى تباين كامل ما بين هذين المصارعين يعني ستينج في سنة هادي تقريباً كان في أواخر الأربعين من عمره سمو جو كان في بداية الثلاثينات جو بالسبميشن ماشين زي ما تقولت مصارع يتمتع بقوة بسرعة بمهارات مصارع غير عادي ستينج نعفوه طبعاً كلنا واسلوبها يختلف كثيراً عن ستايل سمو جو فنرى تباين ما بين ستايلز ونرى حتى المخاطر اللي ياخد فيها ستينج انه قاعد يلعب مع واحد أصغى منه في السن ومتوحش وقوي للغاية ومفترس زي سمو جو حركات فها خطور على حياته باش يغلب خصمة يعني احنا شفنا في المباره حاجات زي هيك يعني في واحدة من لقطات المباره كانوا خرجوا إلى وسط الجمهور وبعدين ركبوا في السلالم لأن الواضح أن الجمهور كانوا مقعمزين على عدة مستويات فركبين فوق هما الاثنين وبعدين فوق يعني في اللفل الخامس أو السادس من المدرج إد بي سمو جو يقفز من أعلى السلالم وقدرنا يسقط عليه هشمة هشين يعني فوق السلالم اللقطة خطيرة جدا ولو أخطى جو في القفزة وسقط على الخرسانة أو سقط خارج السلالم أو سقط على الدربزين كان سيصاب بإعاقة أو يموت لأن حديد وشمنت أنت عرضت نفسك للهلاك بشكل القفزة الخطيرة للغاية يحيى ستينج أني قاعدت في إمكانه وستنى لن سقط عليه جو بكل وزنه ويحيى جو على التهور وعلى الحركات الخطيرة للغاية والأطفالين لا تحاول هذا في家 لا أعرف كيف يدربوا من أجل القيام بمثل هذه الحركات لكن بصراحة خطيرة للغاية الاثنين لعبوا مباراة خالد من أقوى المباريات وستينج مدهش أنه في سنة هذه كان يادر أنه يقدم هذا المستوى وأنه جاري وحش كما يسمى جو لكن بالرغم من الأداء الحلو وبالرغم من القوة في المستوى للزوز رأينا فجأة أن جو احتج على إيرل هابنر وهو كان حكم المباراة ويهدد في إيرل هابنر لو مستيتني لو المباراة تلغى إذبي كيفن ناج فجأة يخش للمباراة لكن قاعد برا الحلبة وكان عنده ما يبدو أنه هو بيسبال بات في لحظة لما سومو جو كان يوجه ضربة ثانية لستينج ضرب كيفن ناج سومو جو من الوراء من الخلف يعني بالبيسبال بات استغل الفرصة هذه وقدر أنه يتبت جو وبهذا أصبح ستينج بطل العالم الجديد نبينه حاجة خالد أن ستينج مش متفاهم مع كيفن ناج على التدخل لا نستطيع نقول هكي لا يعني هما مش مع بعضهم مش فكرة أنه هو طلب من كيفن ناج أن يخش لي صالحة الواقع أن كيفن ناج كان زعنام من جو على موضوع آخر يعني قصة طويلة جدا حيث هي تنفع واحدة من حلقات وقت الحكاية لكن مختصرها أن جو دار شوت برومو على صديق كيفن ناج سكار هال فكيفن ناج كانت مأثر في نفسه زعنام من الكلام اللي قالها جو على سكار هال فجاء إلى هذه المباراة للانتقام من جو وقد كان وسعد ستينج وتمكن ستينج من أن يستغل الفرصة ليفوز على سمو جو وكويسة أنهم هما أعطوا اللقب لستينج لكن حموا جو في نفس الوقت أن جو مش خصل لأن ستينج أقوى منها خصل لأن الظروف كانت كلها ضده وأن التدخل الخارجي كان عام الرئيسي في القسارة ونرى مرة أخرى بأن ستينج هو مستر باون فور غلوري يعني ستينج فاز ببطولة العالم في باون فور غلوري 2006 على جارد فاز في 2007 ويفوز هذه المرة على سمو جو يعني يبدأ تحول إلى مستر باون فور غلوري في المرحلة سبحان الله شا تقييمك مبارئ خالد ثلاثة ونصر حق نعطيها أنا حنعطيها ثلاثة ونصر زيك مبارئة كويسة يعني بصفة عامة وأجان التباين في المستويات أن نكترى ستينج و سمو جو مع جميع الشباب وعطوهم كلهم مبارئات كويسة جدا و ساعدهم كلهم من هما يطروا قدامه خاصة أنا كان محب للإمكان هذاك اللي كان فيه العرض بصفة عامة يخذ قداش تقيمة أنا نعطيه العرض بصفة عامة 7.75 أنا لن أكون بنفس الكرم أنا حنعطيهم ستة أوه أنت دمرتهم السبب عدد من المبارئات السخيفة مبارئة متاعت شيك أبدو البشير والمبارئة الثانية متاعت كيوت كيب و The Beautiful People يعني بصراحة الحاجات هذه تنقص من المستوى و أنا موفق ميت لكن في المقابل هناك مبارئات رفعة المستوى مبارئة جاف جارت و كرت انكل كانت رايعة جدا ستينجن سمو جو كانت مبارئة رايعة جدا عندك مبارئة بير موني كانت رايعة جدا فنرى التباين ما بين الكويس جدا والسيئ جدا في داخل هذا العرض التذبذب يعني باخيا نخبر عزائنا المستمعين بأن هذا العرض متاح بالفعل مجانا وبجودة عالية على قناة اتحاد Impact Wrestling على يوتيوب وسأترك للمستمعين لهذه الحلقة رابطا إلى العرض على يوتيوب بإمكانهم منهم يشاهدوا العرض بأنفسهم ويقارنوا ما يرونه بعينهم بما قلناه نحن في هذه التغطية ويشوفوا كيف كانت تياني زمان ويقارنوا ما بين تياني زمان وما بين العروض التي يشاهدونها الآن خالد أنا كنت سعيد جدا بتقديم هذه الحلقة معك وحزين في نهايتها أنا كنت مش هتكون معاك كذا شهر رمضان المبارك سوف اشتاق إليك واعطة من جمهورنا كذلك سوف يشتاقوني بصوتك ككيف الله يبارك فيك وإن شاء الله لنعودة أياما مع جودات وبعدها بيدنا الله حنولوا إذا ما كنا قبل بإذن الله إن شاء الله إذا كان جمهورنا قد استمتعوا بهذه الحلقة بخدر استنتعي أنا وخالد بإعدادها وتقديمها لهم فأرجو ألا يدخلوا علينا بترك علامة الخمسة نجمات في الأبس والتطبيقات التي يستمعون إلينا من كلالها علامة الخمسة نجمات تلك تساعد لذلك تركز كثيرا على النمو والانتشار والوصول إلى الطاقة أبعد إذا كنت تسمع فينا مكلة اليوتيوب فلا تنسوش تضلوا لايك سبسكرايب وشير فعلوا جرس التمديهات لكي تسلكم الإشعارات في الحلقات الجديدة أولا بأول وفي الختام ما تنسوش عندما ينتهي العقب وتسمعونا جرس النهاية فإن المتعة لم تنتهي بعد لأنه يحلو الكلام بعد جرس الختام وإذا نلتقي في حلقات جديدة من هذا الباركاست بمسجعات الله نسلعكم الله الذي لا تضيع ودائعه والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته ورمضان مبارك اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة رابط الى الحلقة على يوتيوب بإمكانهم رابط الى الحلقة بقدر اعداد اشتركوا في القناة